يعود المبعوث الاممي الى اليمن مارتين جيريفت من مأرب بالنبأ اليقين ونقاط الفرق ما بين السلام الحقيقي والسلام الكاذب وعلى اية ضفة يقف شرف المسؤولية والسلام المبعوث الاممي الذي عز زيارته الاولى من نوعها الى مأرب بحثا عن فرص السلام وافقه الى جانب الوضع الانساني اثارت زيارته الكثير من التفسيرات حول طبيعتها وزمنها فدعوة جيريفت الى تجميد العمليات العسكرية ووقف التصعيد عزاها مراقبون الى رغبة المبعوث الشخصية في ابرام اتفاق سلام لاول جولة من خطة المشاورات الجديدة ولتعبيد الطريق امام الميليشيات الحوثية لتحقيق مزيد من التقدم العسكري على الارض استغلالا لمساحة الهدنة وعامل الوقت في لعبة السلام الكاذب كما تأتي دعوة المبعوث الى الوقف النهائي والفوري للحرب في سياقات زمنية ودبلوماسية مشابهة لادائه في اتفاقية ستوكهولم والحيلولة دون استكمال قوات الشرعية تحرير الحديدة الى جانب اداءات مشابهة للمبعوثين السابقين في دفع الشرعية لسلام خادع في اللحظة القاتلة لمنح الحوثيين المزيد من مكاسب الحرب وفرص السيطرة على الارض كما تتزامن دعوة غيريفت التي اطلقها من مأرب لاستئناف العملية السياسية مع تحركات عسكرية جادة لسلطة الشرعية والجيش الوطني في استرداد مركز محافظة الجوف وتحريك الجبهات نحو تحرير صنعاء وفي المقابل جاء رد السلطة المحلية لمحافظة مأرب وكافة المكونات السياسية والقبلية واضحا ومعبرا عن لسان حال الشرعية وكل اليمنيين الذين يتوقون لسلام حقيقي وفق المرجعيات الثلاث كأساس ثابت لأي حل سياسي وكان الرد الحاسم والحزم من محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة الذي اشار الى ارتهان الميليشية الحوثية للقرار الايراني وعدم رغبتهم في الجنوح الى سلام حقيقي وتأكيده ان السلام الكاذب لا يشرف احد بمن في ذلك المبعوث غيريفت